ساس جهد انتو عم تحكي عنه يعني عن بناتك وعن مرتك يعني عيونك بيضوه يعني هل قد استفي حب؟ طبعاً ليش ما بالعكس انا بعشاق الاحب بيقولوا بيتعودوا على بعض بيروح للحب بعد عمر ولزال لكن احنا منعيش حياة مختلفة انا البيت تبعي الطابقين انا ويعني احيانا بتقول لي اللي اطلع لفوق احيانا بس انا تناديلي انا بالطابق الفوق انا ما اشتريت البيت اشتريته اتحاد والسطح كان لي لما سمحوا الصرف عمرت بس عملنا شغلة معاكسين وخلينا فوق الصالون الكبير مع تراس فاحيانا بتناديلي من تحت عامل اهوة بتنتقدوا بعض او هل بتصير في غيرة فنية ولا بتشعر انه بتمنى تكون انا معيك او بدالك ما في هذا الاحساس بدالة لا مستحيل بس انه تكون معا مثلا انه نيال والممثل اللي يمشتغل معيك هذا الدور لانه هي بتكون عطته صح انه ايه بتمنى ما يتعلق للموضوع الاجور يعني اليوم هي ممكن تاخد اكتر او تطلب طبعا يسعدك هدا الشيء لا ما بسعدني بالعكس وبالاخير ايه عبتصفه عالبيت مرجو عالبيت كله شو اللي بتحبه بس تضحى شو اللي ما بتحبه بصدق اه هو سؤال صعب يعني شو اللي بحبه انا ما بشعر انه في شي بحبه فيها وشي ما بحبه يعني تعودت عليه بس مرقته تمريق لا بشكل عام انه ما بحس في شي مسلا بيزعجني منها اه الا ببعض الاحيان مزاجيته يعني بس يعني شلون وهاي يعني انا مو 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 موضوع تعودت علي انا بقدره اكتر شي بتحبه فيها محبتها للأسرة تفانيها في سبيل الناس يعني هلا مثلا اه هي كانت عم تصور بعروس بيروت الى سنة تقريبا ولما اجيت طبعا انا كنت عم تصور بالذي نعم فبعد بكم يوم قالتلي بدي روح وشوف ابي يعني والدي اه ابوها فات بالمئة واربع سنين ماشاء الله ماشاء الله بس هو مقعد يعني مريض قالتلي بخاف يصر له شي بتلك روحي يلا فور رغم انه كان في بعض ومع ذلك قسة كمان لا هلأ ما شفته وهلأ عم استنى بس انا كنت خلص تصويره وظبط اموري اللي اطلع عدلي وميه هلأ هي بكون عم تحضرك تكون شايفتك مش هي الحال يعني بس انت لازم تشوفها ضروري هي حبك الاول بتقول والوحيد والاخير والوحيد والوحيد ما حبيت غيرها طول العمر مع انه في ناس حاولت تلعب هاي القصة يعني في فترة من فترات ممثلين ولا فنانين ولا شو لا لا مخارج الوساط يعني جيران يوقع بيناتكم يعني حاولوا يلعب ويلعب وما حدا عارف شو الموضوع يعني انا بهديك الفترة كنت عامل المركز المسرحي بالسويدا وكان في اتصالات بيني وبين اكتر من الدولة اللي قامت مشاريع مشتركة فامتى يحكوا تم تعرف فرق الاوقات مثلا يحكوا معي الساعة عشرة نكون سهران عند حدا فأشتغل انا هاي فلما تيجي يقولوا لا ما بتعرفي مع مين حكا ابصر معنا بس ما قدروا لانه في حب حقيقي لا ما قدروا طبعا بتغيب عنك كتير خصوصي فترة اللي حكيت عنها برأيك حضرت مسلسل عروس بيروت اي كان في كيف شدت العمل هلا انا ما قدرت شوفه كامل لانه كنت لي شفت في فترة التصوير لا الجزء هذا شوية افضل من الجزء كان في قيمة اضافية للممثل السوري يعني خدمنا واللهو كان عبارة عن مشاركة مادية بعمل عربي او لبناني مشترك اه قيمة مادية بينه معنا يعني كان في اجوره كانت جيدة انا استضفت مثلا الفناني لينا حوارني كانت موجودة قالت لي كان عبارة عن اجر مادة جيد لكن لم يضيف لالها عندها تاريخها ومسيرتها لا لا ضحها اضف لها لانه ضحها شوي يعني بالرغم من انه الدور صغير بس هو اضف لها شيء يعني بافعال مختلفة وجديدة ومخارن الجزء الاولاني ايضا عندكن لوتس والتوليب لوتس والتوليب توليب هي خريجة دبلوم السينيما واختارت مجال الاخراج لوتس بال مجال الكتابي بالاعلام تشتغل قد اثرتوا على خياراتهم لا لواحدهم طبعا بس مجال اعلامي يعني حتى لما يعني ان عرض انه انه بنياهم كممثلات يعني التوليب اشتغلت مرة واحدة كانت طفلة صغيرة وما عادتها وما عادتها وشلون ولوتس لوتس لا نهائيا ما مثلت اخرجت اعمال اعلامية لكن تحديدا بفترة الدراسة انه هي اخرجت من جامعة لبنانية فعملت اربع خمس افلام مهمين بس ما بعيدين يعني ما ما اثرتوا ولا التولو انت عوشتوا لا 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 اشتغل راضكم بقیاء لبنانية